حصان طروادة مثلت الحرب السورية فرصة ذهبية لإيران من أجل تعميق تمددها في المنطقة العربية فبزعم حماية المراقد المقدسة في سوريا توافد مسلح والحرس الثوري الإيراني لدعم نظام بشار الأسد ضد ثورة الشعب السوري بل تخطى الأمر ذلك إلى تكوين ميليشيات طائفية متعددة الجنسيات بلغ عددها عشرات الآلاف من المسلحين الذين تلقوا تدريباتهم العسكرية وشحنوا نفسيا ومعنويا على أيدي القوات الإيرانية تمدد إيراني يضيف بعدا جديدا لحلم يختلف المحللون في توصيفه بين إحياء إمبراطورية فارسية قديمة وبين تكوين هلال أو بدر مذهبي شيعي في قلب العالم العربي وعلى حساب المناطق السنية فيها عبر عمليات تشييع للسكان في مناطق عدة وتهجير قصري وتغيير ديمغرافي في مناطق أخرى وبحسب محللين فإن سوريا تمثل جزءا بالغ الأهمية ضمن مشروع إيراني لإنشاء ممر استراتيجي ينطلق من طهران حتى ساحل البحر المتوسط مرورا بمناطق نفوذ الإيراني في العراق وسوريا ولبنان مشروع بدى متقاطعا مع مشروعات أخرى ترسم للمنطقة العربية لسيما المشروع الأمريكي الهادف إلى تقسيم بعض الدول العربية ورغم ما يبدو من عداء بين الطرفين الأمريكي والإيراني إلى أن ذلك في رأي كثير من الخبراء لا يتعدى تضارب المصالح بين واشنطن التي ترى المشروع الإيراني أداة لتحقيق مشروعها الأكبر وبين طهران التي ترى نفسها شريكا وربما منافسا للمشروع الأمريكي في المنطقة وبين هذا وذاك نجحت إيران في ترسيخ وجودها في سوريا عبر اتفاقات تهجير قصري للسكان السوريين من مدنهم وقراهم وإحلال بعض السكان الشيعة من جنسيات أخرى مكانهم بعد تجنيسهم مستفيدة في ذلك من مشروع استراتيجي آخر في المنطقة تمثله روسيا ورغبتها في السيطرة وبسط نفوذ على سواحل البحر المتوسط في حين يظل العرب منشغلين بأزماتهم الداخلية وصراعاتهم البينية